ما يزال الرصاص يطلق في جبهة موريس بمحافظة الظالع ولن تتوقف أصواته فالمعركة لم تنتهي حتى اليوم وحين تحول ميليشيا الحثي والمخلوع التقدم نحو موريس فإنها بالتأكيد لن تجد إلا أسلحة المقاومين للتصدي لها كما حدث حين حاولت الهجوم على موقع يعيس الرابط بين موريس وقرية العرفاف المتمركزة بها الميليشيا كل ما حشدوا أبطال الله سحرهم كل ما حشدوا أبطال الله سحرهم وهم دائما يغامروا وينتحروا ويذبحون على أسلحة موريس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المقاومة الأبطال والجيش الوطني الحثيون شنوا قصفا عنيفا على قرى موريس من جبل التهامي وناصة أثناء محاولتهم التقدم نحو الأماكن التي تسيطر عليها المقاومة ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في يعيس وبيت مدرة قتل خلالها خمسة حثيين وجرح ثلاثة آخرون فيما تقول المقاومة بأن الميليشيا لم تحفظ على الهدنة وما تزال تواصل اختراقها الحوافيش بشكل عام قوم أصحاب غدر وخيانة لا يمكن أن نؤمنهم أو ليس لهم عهود أو موافق مدينة دامت الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحث والمخلوع شهدت انفجارين متتاليين جوار دار القرآن الذي تتخذه الميليشيا مقرا لها أدى إلى جرح عدد من المدنيين لكن تبقى هذه المنطقة خالية من المواجهات بعكس جبهة مريس التي تحفظ على مدنها وقراها خالية من الميليشيا لتبقى صمدة أمام عشرات المحاولات للدخول إليها كونها بوابة الجنوب